هاي كيف كنت؟ تمنى تكونوا بخير ان شوالله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الدلو رح حاول احكي فيها عن الاحوال عامتان سواء الاحوال العطفية او العامة رح تحدث كذلك حتى عن العذاب ورح هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع وفي امكانك ان تكون قراءة عاكسية اذا تكلمنا بالعلاقات العطفية اوكي بداية يا برج الدلو عمشوف في خصامات وفي مشاكل عمشوف في بلوك في عدم الكلام بينك وبين هذا الانسان عمشوفك موجوع القلب يا برج الدلو عمشوفك انه حسس بخسارة كتير كبيرة يعني تقريبا ان الطاقة كأنه تقريبا ما في كلام ما في كمينيكيشن ما في حكي اوكي اه الطاقة كتير سلبية بهذه القراءة او ما في مشاكل انتو هذا الانسان عمشوفو لهذا شخصية لهذا الانسان ممكن شخصية من برج يعني برج النارية عمشوفو شخصية تعرف توازن تعريف كيف تحبوه وتشتغل باشيء اخرى إنسان ممكن حالياً عم شوفه مبتعد عنك وما عم يحكي أبداً يا برشد دلو عم شوفه كذلك هذا الإنسان كانو عمل لك بلوك أو ما عم يحكي من أصله وما عم يحاول أنه يحكي عم شوفه لهذا الإنسان كذلك عم يفكر فيك حتى لو أنه مبتعد بفكر فيك يقريقه هوك عم تجي ببالك الليلة قبل ما ينام عم شوفه عنده اهتمامات أكتر عملية وعم شوفه مبتعد وحاسس أنه خسرك أو خسر العلاقة بالنسبة لك عم شوفك عم تنتظره أو عم تراقبه عن كسب أو من بعيد بس ما عم تبدي شيء عم تعاملك أنه الأشياء إذا هو ما عم يحكي معه خلص ما رح أحكي معه عم شوفك مبتعد وعم تراقبه لهذا الإنسان ممكن هذه العلاقة علاقة كرمية علاقة سلة زم أنه وأنتم مع بعض أو علاقة في درس لازم تتعلم درس من هذه العلاقة لأنه دائما العلاقة الكرمية لازم تتعلم منها شيء تاخده بحييتك كدرس عشان تعرف تتعامل بأشياء أخرى بالنسبة لك عم شوفك كتير شايل بقلبك تجاه هذا الإنسان بس ممكن عم شوفك أكتر تهتم لصحتك لجمالك ممكن بتقول الحياة ما وقفت على هذا الإنسان ممكن تكون فيه علاقات جديدة وفيه ناس أكتر تستحق أن تكون معي بس هذا الإنسان عم يحس حياته أو سعدته لا تكتمل بابتعادك عنه عم شوفك أنه عنده اختيارات بينك وبين إنسان آخر أو عنده كذا شيء يشغله عن أنك ممكن عنده مشاكل تتعلق بالعائلة كانوا عنده أولويات وعنده مشاقات أو عنده مسؤولية أكتر بالعائلة أو عنده كذلك أطفال عم تشغلوا عنك عم شوفوا لهذا الإنسان كذلك ممكن يكون برج الحمل أو برج الأسد عم شوفوا ممكن يكون من برج العذراء أثر والجدي عم شوفوا ممكن حتى يكون برج العقرب هذا الإنسان عم شوفوا عم يكابر أو عم يقاوم مشاعره اتجاهك ما عم يوديها لإلك عم بيبين كأنه إنسان ما حاسس أصلا بشيء اتجاهك بس هذا الإنسان يحمل مشاعر كتير قوية أما أنت تريد فقط شيء واحد أنتوا ما عم تحكي معه وعمل بلوك وكل شيء بس بدك أنه يرجع على حياتك لحتى يطلب السماح من الناس وبعدين أنت ممكن تقلو بتعد عني أو شيء المهم أنه تاخد كرامتك أو كأنه تشبه خليلك برج الجدلو على أنه أوكي أنا أرجع لحقي أوكي بالنسبة لبرج الجدلو على فكرة عم شوف في مراقبة أنت عم تراقبوا لهذا الإنسان في مراقبة في ممكن تراقبوا على سوشال ميديا أنت عم تسأل عنه عن بعيد بس ما عم تحكي معه أوكي هنشوف على أنه بقلك أنه هاي العلاقة تتطلب إيمان كتير قوي تتطلب اشتغال علي كتير قوي وإيمان فيها لأنه هذا الإنسان شوي ممكن شخصية صعبة أو شخصية متكبرة وشخصية غريبة ممكن حدا مزاجي جدا يحكي معك اليوم بكرة ما يحكي معك منه ثابت أوكي مثل برج الجدلوش برج من الأبراج الفكسد أو الأبراج الثابتة ما بيغير كتير ممكن أنت كذلك تتعامل مع برج الميزين عم شوف على أنه ممكن مشاكلكن على أنه هي دائما أنت يا برج الجدلو عم تعانده أو عم بتعامله بالند أنا كمان عندي شخصية وعندي أفكاري وعندي كذا وعندي كذا هو ما بيحب هيك يعني بيحب أنه يكون الناس عم تتبعه الناس عم تطيعه ما بيحب أنه يكون بعلاقة أو الشخص الآخر بيحسه قوي وبيحسه شخصي كمان عنده 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 شخصيته وشخصيته قوية وبارد ووارد جدا هيدا اللي عم يحسوا أصلا بالعلاقة بالنسبة للعزيب عم شوف على أنه متقلقين بهذا الشهر كتير بارزين جدا الناس عم تطلع فيهم وتقول واو عم شوف كذلك على أنه محبوبين كتير من الناس عم شوفون يلجؤون إلى الابتعاد عن كل الناس اللي حواليهم عم شوفون يلتجؤون إلى السفر الروحاني إذا بدنا نقول يهاجروا أو يعتزلوا الحياة يعتزلوا الناس عم شوفون كأنه عم ياخدوا رحلة بالعقل الباطني وعم يفكروا بكتير أشي بيفكروا بمستقبلهم بيفكروا بحياتهم بمنهج حياتهم عم شوفون عم ياخدوا هذه الطريق بس عم شوفون هلأ يعيشون هيدا برج العزيب برج التالو عم شوفون يعيشون نقل نوعية أو تغيير جدا كأنوا عم يمروا من نقلة نوعية ورح هذه النقلة النوعية رح تجلب لون سعادة ورح تجلب لون خير ممكن كذلك هذه النقلة النوعية ممكن تغير منهم كتير وتغير من حتى التصرفات مع العلاقات هذه الرحلة اللي أنا بقول عنها الرحلة الروحانية اللي عم تعيشها يا برج الدالو لازم تخليك إنسان ناجح أكتر بالعلاقات رح تاخدوا أو تلاقي نقاط الضعف بحياتك ورح تكتشفها بالمستقبل ورح تحاول تتجنب كل شيء سلبي بالنسبة للحيات العامة عم شوفها كتير تهتم لتحقيق أحلامك عم شوف حتى في أموال تأتيك من الجد ممكن حدا يعطيك أموال هيك يعني صدقات مش صدقات بس يعني زي بدنا نقول عيدية حتى لو ما في عيد عم شوف على إنه كذلك في مرأة تترسد لإلك يا برج الدالو أحذر منه ممكن هذه المرأة تتدخل بشيء من الشر لا تعكر صفو بينك وبين إنسان آخر عم شوف كذلك على أنه في فتحة رزق هذا الرزق ممكن يأتيك من العائلة كما قلت أو إرث ممكن كذلك عم شوف في حدا يتواصل معك ممكن يسيف لك أخبار هذه الأخبار تتعلق بعلاقة عاطفية هذه العلاقة عاطفية ممكن تكون هذه الأخبار غير سارة لإلك وكي ممكن تخليك أنت جدا حاجين بس عم شوف على أنه في رزق رح تأتي لبرج الدالو عم شوف في أشياء من الماضي تعود لحياة برج الدالو ممكن في مشاكل تخص أو إذا كنت أنت مقدم على على هجرة لبلد آخر ممكن تتأخر الأمور ما عم شوف أصلا الأمور يعني ميسرة بس عم تنت تتأخر الأمور ممكن تحصل عليها بس متأخرى عم شوفك أكثر تهتم للمردود المادي والنجاح المادي وعم تسعى لكسب رزق جديد بحيث كيبر جدا عم شوفك أكثر تهتم كذلك للابتعاد عن الناس الابتعاد عن كل الشي الذي يعكر صفو برج الدالو بس كما قلت احذر من مرأة هذه المرأة عم تتدخل لتحكير صفو حياتك هذه المرأة ممكن كذلك عم تجلب لك مشاكل تخص بالعلاقات وبتزوج إذا كنت متزوج ممكن تجلب لك مشاكل مع إنسان أو مع الأب تتدخل لكي ممكن حتى عندها صفة الصرقة ممكن تسرق شيء أو تخونك عم شوف هذه المرأة ليست بالجيدة ممكن هي من الأبراج النارية أو الأبراج الهوائية بالنسبة لي عم شوف أنه طاقتك الحالية كتير عم تحس أنه الطاقة جيدة أو أنت يعني في تفاهم متبادل مع الشريك أنت عم تحس بأحسيس جيدة مع هذا الإنسان وكذلك هو عم يشعر بذات المشاعر عم شوف في تفاهم في ألفة في أخضعطها يعني أنت والشريك على وفاق بالوقت الحالي عم تشعره بطاقة إيجابية وطاقة كلها فرح عم نشعره كذلك هذا الإنسان أنه هو إنسان كتير يشعر بمشاعر تجاعك حلوة طاقة حلوة بحب كبير بحسك على أنه أنت خلص الإنسان اللي عم يحبه الإنسان اللي عم يرتاح معه عم شوف فيه كتير طاقة جميلة بالنسبة لكم أنت والشريك ممكن وارد جدا أنه هذه العلاقة صار لمدة طويلة أنتوا مع بعض لأنه عم شوفك أنت بالضبط كأنه شلت كتير عباء بهذه العلاقة وكأنه هذه العلاقة طريقة طول طريقة صار طويل جدا ما عم تشوف النهاية أو إذا كنتوا بعلاقة جديدة يعني أنت متلاهف أنه يصير زواج يصير شيء فعلي يعني مللت أنت من العلاقات اللي عم تنتهي بكل سرعة بدك علاقة دائمة ويكون نتجتها بسرعة ما بدك أنه تدخل بعلاقة تصير فيها سنة وسنتين وثلاث سنوات وبالأخير ما تنتج عنها شيء بالنسبة لك هذا الأساس مهم جدا أما هو عم شوفه عنده كتير أمور ملخبة حياته عم شوف ممكن حياته العملية مش ميثرة ممكن كتير أمور مش ميثرة بالنسبة له العمعل ممكن يكون الطريق بحياته مظلم ما عم يشوف طريقه بالواضح عم يشوف فيش أشياء في كتير عسارات بحياته في كتير أمور عم تعرقله بحياته ما عم تخليه أصلاً يوصل للأشياء اللي بدوا إياها في كتير أمور عم تعرقل علاقتكن مع أنه في حب في جمال في عشق في كتير أشياء في أحسيس جميلة عم تشعروا فيها بس في كتير من الأمور عم تعرقل علاقتكن عم شوف على أنه أنت بدك توصل لنتيجة العلاقة بسرعة بدك توصل أنه تكمل هذه العلاقة ويصير فيها زاويش أنه تصيروا مو مستخبيين يعني ما تصيروا بعلاقة تحب فقط بدك شيء يظهر للعلن في شيء يعني ناس كله بتعرفكن أنه مع بعض عم شوف على أنه عم شوف أنه هذا الإنسان الأمر الذي يقرقه بهذا الحياة هو العمل بالنسبة له العمل جداً مهم عشان تصير العلاقة فيها نجاح كتير كبير ما عم يشوف على أنه ما فيه يعني تحمل أسرة أو عائلة إذا ما كان العمل بالنسبة له ميسر عم شوف الأمر الذي يعقه بالحياة هو العمل كتير عم شوفه عم يشتغل عم شوفه كتير عم يجتهد بس ممكن عندكم عراقيل تتعلق بهذا الأمور عم شوف على أنه كذلك هذا الإنسان يشعر بمشاعر كتير جاية عشاة تجاهك يحبك هذا الإنسان يريد أن يكمل حياته معك بس في كتير عراقيل تحول بينكم أو بتخليكم ما عم تتطوروا بالعلاقة عم شوف كذلك على أنه كما يظهر يعني في كتير من الأشياء عم تخليكم ما عم تتطوروا ليش بقى العراقيل الحياتي العامي يعني عم تخليكم ما تتطور أوكي بيقلك الورق أنه كل شي رح يأتي بوقته أنت ممكن متسرع بالوقت الحالي بدك تحصل على نتائج كتير سريعي بدك مثلا أنه يعني يصير زواج أنه الأمور تتأثر بسرعة بس بيقلك أنه الوقت هو يعني كل شي رح يأتي بوقته ما تقلق أبدا هون بيقلك أنه هيدا الوقت لا تعطي مش لتحصد لازم توقف مع هذا الإنسان بهالوقت الحالي لازم يعني تكون صبور جدا يعني ما تتوقع بالوقت الحالي أنه يكون فيه ريزولت أو فيه نتائج كتير كبيرة بهذا الوقت